تكلم كورة؟ طيب والحقيقة النهاردة لمنحاجة اتكلم مع حضراتكم هتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة الفريق مبارح كسبنا المقاولين وقدرنا انه حقق فوز غالي ومهم جدا في توقيت مهم جدا يمكن هذا التوقيت مهم لانه يمنح اللاعبين والجهاز الفني خصوصا في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين في المباراة مبارح ضد المقاولين العرب بيمنحنا الثقة والتفاؤل لما هو قاد فريق محترم زي فريق المقاولين العرب بتكسبه وتكسبه هدفين مقابل هدف يعني الحقيقة احنا كنا ماشيين كويس جدا في المباراة مباراة المقاولين ومن قبلها كمان في مباراة سانداونز واللي حرجع اتكلم عنها بعد شوية ولكن في مباراة المقاولين وجهت نظري ان المباراة بعد المباراة ولان النادي الاهلي بياخد مباراة المؤجلة في الدوري خلال الفترة دي على النهاردة مبارح لعب النادي الاهلي امام المقاولين العرب زي ما حضراتكم شايفين وقدرنا نكسب بعد كده عندنا مواجهة قوية جدا ان شاء الله يوم الأربع مع سيراميكا كيلوباترا فريق عنده سكواد محترم وسكواد كبير ومزيج من اللاعبين وكسبوا بيرامدز في اخر مباراة ليهم اتنين صفر وكانوا معهم وطبعا ما زال معهم مدير فني جيد الكابتن ايمان رمادي ادر ان هو يتوج السنة السابقة ببطولة كأس الرابطة وشوفنا الموسم اللي فات مع اسوان حقققى كابتن ايمان رمادي نتائج ايجابية وقوية للغاية ان شاء الله الفوز على سيراميكا امر ضروري ولا يعني ما عندناش مفر الحقيقة غير ان احنا نكسب ان شاء الله نبذل كل الجهد عشان ربنا يكرمنا ونقدر نكسب هذه المباراة ومن بعدها المباراة القادمة علشان نواصل او نصل الى اعتلاق صدارة الدورة الممتاز خلال الفوز على كل المؤجلات او على كل الفرق المؤجل مباراتها الحقيقة الفوز في المباراة الدوري حيمنح اللاعبين ثقة كبيرة جدا قبل خود بطولة كأس العالم للانداز الشهر اللي جاي الحقيقة في السعودية